كان الرئيس السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير طنطاوي متوسطاً أبناء شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة حضر الصلاة مع الرئيس السيسي كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زاكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالإضافة لعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ابتسامات ملأت أرجاء المكان فرحاً بأجواء عيد الفطر فرحة أسر الشهداء وأبنائهم اكتملت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم صلاة العيد تلاها احتفالية خاصة تقديراً لما قدمه الشهداء والأسر من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عنه في مختلف الميادين القتالية نحن نلوقتي في حفلة الرئيس وطبعاً مبسطين قوين أننا هناك وأنا جالي دعوة قبل كده فتحت اللوكر بتاعي لقيتها وطبعاً جينا هنا وكلمت صحابي كماناً لمدعوين وشاركنا بقى في الحاجات وقعدنا نوضب أنا يسين ساطا النعماني ابن الشهيد ساطا النعماني عندي 12 سنة وإحنا النهاردة مجتمعين عشان نحتفل بالعيد مع الرئيس ونفطر معه بنحس إن إحنا مدعومين من سيد الرئيس الأب زي ما كان ساطا بيسميه أو الفتاح السيسي بنحس إن إحنا لنا كبير بنحس إن إحنا مش منسيين ولا أزواجنا وأرباب بيوتنا اللي راحوا في هذا البلد بالعكس بنلاقي كل الدعم من الرئاسة وبنلاقي دعم لأولادنا وده أهم حاجة لأنهم فعلاً محتاجين حد يعوضهم عن اللي فقدوا احتوت الاحتفالية على عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية بمشاركة أبناء الشهداء في التحضير والتجهيز لها ومن أهمها مصرحية وطنية شارك فيها الأطفال مع الفنانين بالإضافة لتوزيع الرئيس عدداً من الهدايا على الأطفال وذويهم حاجة كبيرة جداً طبعاً حاجة محترمة إن إحنا بنقدرهم هم فادوا بروحهم لينا وعشان نعيش فطبعاً حاجة جميلة جداً إن إحنا نقدرهم أنا أكتر حاجة بحبها هم عملوها هنا الأجواء حلوة واللعب بره عشان أنا لعبية صراحة وعجباني الدنيا والشغل يعني اللي في المكان وكده المكان عجبني وأنا حبه وأحبه كل اللعب يعني فيش حاجة وحشة بس كله حالة حاجة حلوة جداً وبتمنى أعمل كيه كل سنة وبنفس الأداء وكل حاجة جميلة مشهودة تقليد بدأه الرئيس السيسي منذ سنوات بالاحتفال بأسر وأبناء شهداء ومصاب القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم في عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات كان قد توقف بسبب جائحة كورونا إلا أنه عاد للتأكيد على العرفان بالجميل لشهدائنا وأسرهم فرحة واحتفالية فريدة من نوعها لا تقتصر فقط على عيد الفطر بل تعد فرصة حقيقية لرد ولو جزءاً بسيطاً من الجميل لمن ضحوا بأرواحهم لنعيش بسلام وأمان كريم بيبرس التلفزيون المصري